المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن المنبر الديني البناء يعد من أهم عوامل التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات لما يطلع به من دور أصيل ومهم في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر العلم والفضيلة وبث الوعي والقيم النبيلة وإشاعة الألفة والمحبة وصون وحدة الصف الإسلامي والوطني لذلك فإن المجلس وانطلاقا من الإيمان العميق بهذا الدور الحيوي العظيم الذي يؤدي المنبر الديني ومن يعتليه من علماء الأمة الإسلامية الموقرين لا يدعو جميع الخطباء والأئمة والدعاء إلى ضرورة التحلي بالوعي والتحقل والحكمة واستشعار الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم والالتزام بالكلمة الطيبة الجامعة للقلوب والنفوس والموحدة للصفوف وصون المنبر عن كل ما يتعارض مع دوره الديني الثابت وغاياته السامية النبيلة وعدم استغلاله لأي مصالح أو اتجاهات حزبية أو فئوية أو طائفية والنائي به عن الاستقطابات السياسية والطائفية وعن كل ما يؤدي إلى التأزيم والتفرقة والشحناء والتنافر واستفزاز الآخرين بأي شكل من الأشكال ويؤكد المجلس أن الأمة الإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى ما يلم الشمل ويرأب الصدع ويمد الجسور ويعلي فيها الروح الجامعة التي توحد صفوفها وتجمع كلمتها وتشيع فيها قيم التعايش والأخوة انطلاقا من وحدة الدين والانتماء والمصير كما يدعو المجلس وأبناء الأمة الإسلامية إلى الوقوف بمسؤولية على النتائج الكارثية والمدمرة التي أدت إليها الخيارات الخاطئة والانقسامات والصراعات والاستقطابات الطائفية والفئوية والحزبية من ضعف وتقهقر وهوان بين الأمم مؤكدا ضرورة أن يعزز المسلمون جميعا الوحدة فيما بينهم وفي مجتمعاتهم وبلدانهم وعليه فإن المجلس يشدد على ضرورة أن يبتعد الجميع عن إيذاء بعضهم بعضا أو استفزاز بعضهم بعضا وأن تتضافر الجهود لتعزيز الوحدة بين المسلمين لسيما أصحاب الفضيل العلماء والخطباء وقادة الرأي والفكر في المجتمع والصحفيين والإعلاميين وجميع النخب الوعية والمثقفة اشتركوا في القناة